السلام عليكم متابعين قناتي من دجل سبورت صليعي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فاجر المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس وشارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد تصريح مدرب منتخبنا العراق كاساس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليمن يوم غدا يقول مباراة أمام المنتخب السعودي كانت شاقة كثيرا بسبب الأمطار ومباراة الغد ستشهد بعض التغييرات على تشكلة المنتخب لا ننتلك الأفضلية على أي منتخب خليجي وطموحنا الفاوز في كل مباراة نخوضها تركيزنا منصف في الوقت الحالي على مواجهة اليمن ولا يهمني من سنقابل في الدور النصف النهائي وهدفنا الوصول إلى المباراة النهائية سنشرك جميع اللاعبين تدريجيا والعداء الذي يقدمه اللاعبين داخل أرضية الملعب مهم بالنسبة لي كاساسي قول أسعى ليكون مستوى العراق مثل مستوى برشلونة لا لهنات خاربنا ليلان مدريدي يمعون برشلونة هسا بالدور الأوروبي لا تروح تطلعنا من كأس الخليج كيف تقيم عمل مدرب اللياقة البدانية لإسباني خافير بلا نافية مع المنتخب الوطني صراحة منتخبنا بالمباريات السابقة كانوا لدقيقة 60 تقريبا ينتهون هل أنت نشوف منذ كم المباراة كاملة بدون شد عضلي تطور ملحوظ وإن شاء الله القادم أفضل اتحاد الكرة العراقي سلم بعثة منتخبنا مكافأة الفاوز على المنتخب السعودي في خليجي زين 25 والبالغ 3000 دولار لكل شخص تصريح مدرب المنتخب اليمنيسكو بيقول لم يكن أحد يتوقع فوز السعودي على أرجنتين في كأس العالم وكذلك نحن نمتلك دافع قوي من أجل تحقيق الفوز في مواجهة الغد ودخول التاريخ بالفوز على المنتخب العراقي برانكو ومدرب منتخب أماني قل أتوقع أن يتجدد لقاء أمان والعراق في نهاي خليجي زين 25 والدة اللاعب أسورستوم قل دائما ما أتمنى التوفيق لأسو وجميع اللاعبين وعيني لم تغمض حتى الصباح بعد فوز المنتخب على المنتخب السعودي وتسجيل أسو الهدف الثاني طبعا منتخبنا الوطن العراقي تاهل رسميا إلى الدور نصف النهاي بغض النظر إلى نتاج الجولة الثالثة إلا في حال الخسارة من اليمان بنتيجة 3-0 وهذا الأمر صعب محلل برنامج مجلس ماجد الخليفي يقول حضرت جميع بطولات الخليج ولم أرى بطولة أفضل من بطولات البصرة تشكيلة الجولة الثانية من خليجي زين 25 البصرة حسب موقع 365 لاعبين من العراق هما أسورستوم إبراهيم بايش عمر الداحي سلطان لأنزي عبد الواسع المطري جميل ليحمدي فهد الهاجر خالد إبراهيم حسن حمدان مشار الغنام وحارس المرمى سليمان عبد الغفور بكاء المدر الزيرة بعد أن أهداه مهدي كريم تشيرت المنتخب العراقي 2007 بكاء بعد أن تذكر ذكريات 2007 بوقت حصل المنتخب العراقي على بطولة أمم آسر 2007 مع فيرة على رغم من سهولة مباراة شارلتون مع مانشستر يونايتد تينهاك أشرك لاعب شاب لأول مرة مع اليونايتد ويواصل رفضه مشاركة زيدان إقبال ومنحه بعض الدقائق على أقل تقدير ما هي نصيحتكم لزيدان إقبال؟ لو انتقل الغير نادي بالدور الإنجليز الممتاز يكون أفضله ترجمة نانسي قنقر